الحاضرين جميعا من أبناء محافظة دمار العلوية محافظ دمار المعين من قبل ميليشيا الحوثينغ هذه المرة يوجه بإزالة الباعة والمتجولين في الأسواق استنادا إلى وثيقة تنسب إلى عهد علي ابن أبي طالب حين وجه مالك الأشتر يوم ولاه على مصر قوانين يمتد عمرها إلى ما قبل ألف عام ضاربة بالقانون اليمني عرض الحائط ولتعاد الحقبة بما عليها من اجترار صراعات الماضي وقوانينه التي باتت محضة تاريخ غابر إنه عهد الميليشيا عهد التوحش الذي يعود باليمنيين إلى عصور خلت أقلها ما قبل النظام الجمهوري وهو ما يفسره الكثير بأنه قائم على مظلومية تاريخية مزعومة وأخرى محتملة تدفعهم للتوحش ضد المدنيين وقهرهم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيا وهي تسجل انتهاكا ضد مصادر رزق الكثير من الأسر في ظل موجة من المجاعة تضرب العديد من المناطق اليمنية وانقطاع الرواتب ومصادر الدخل الحرة لتفاقم حالة المعيشة وتضاعف مأساتهم اقحى مقضايا التاريخ من قبل ميليشيا الحوثي يراه البعض أنه تكتيك لتغيير فكر الناس وإغلاق الباب أمام الجمهورية وعزل الناس حضاريا فيما يراه آخرون بأنه يشكل خطرا في تحول المعركة إلى صراع طائفي وطبقي ورغم ردود الفعل الرافضة لهذه الأفكار وعدم تقبل الناس لها بل وسخريتهم منها إلا أن طول أمد الانقلاب وسيطرته على الدولة وقرارها ربما قد يكون له تأثيرات مضاعفة في تبكين الميليشيا من تجريف هوية اليمنين وتغيير ثقافتهم